أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب عن سعادته بفوز الفرس في مضمار سكوت البريطاني واحتلال الفرس المركز الأول بكل جدارة واستحقاق مشير سمو إلى أن هذا الفوز تأكيد على الرعاية التي تحظى بها رياضة الفروسية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الفرس line of departure يمتلك إمكانيات عالية بعد أن حقق المركز الأول أيضا في سباق باروموث البريطاني قبل أيام مبينا سموها نفوزه في سباق سكوت البريطاني امتداد لسلسلة الإنجازات المتواصلة التي يحققها الفرس وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قدم الفرس line of departure مستويات مميزة في السباق الذي شهد منافسة قوية على المركز الأول إلا أن الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفرس عملت الفارق الكبير في السباق باحتلاله المركز الأول متفوقا بمسافة كبيرة على صاحب المركز الثاني وأضاف سموه على الرغم من المشاركة الواسعة في السباق وتواجد كوكبة من الفرسان المميزين إلا أن ثقتنا كانت كبيرة بقدرات الفرس line of departure بتحقيق نتيجة طيبة حيث قدم مستوى طيب أهله للفوز بالمركز الأول بجدارة واستحقاق وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود الطيبة التي بذلها المدرب التي بذلها المدرب روجل فريان بتهيئة الفرس بصورة مميزة إضافة إلى جهود الفرس ديفيد إيغان وحرصه على تقديم أفضل المستويات ترجمة نانسي قنقر